بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله باذن الله هنبتدي نتكلم مع حضراتكو النهاردة في موضوع يعني هو يعني يعتبر جديد لم يتم التطرق اليه قبل كده وهو موضوع انواع الحماية والالتزامات المطلوبة مننا في لبس الكمامة او زي ما سمناها كده محاذير السلامة في ارتداء الكمامة يعني ايه الكلام دوت يعني بنقول ان الكمامة اللي احنا بنلبسها ديت ممكن تكون مفيدة وممكن احيانا تكون ضرة زي اي شيء بالزبط لو استخدمناه في غير محله او استخدمناه بطريقة خاطئة لكن مبدئيا انا عايز الكلام يبقى مرتب وسريع والاجندة بتاعتنا زي ما اتفقنا اول حاجة هنتكلم على الماسك وانواعه لكن قبل ما ابتدى اتكلم عن الماسك لازم كلنا نبقى متفقين على طرق العدوى في الكوفيد او في الكورونا العدوى بتتم بثلاث طرق يا اما دروبلت يا اما ايربورن يا اما كونتكت دروبلت يعني عن طريق ان العاني يكح او يتف او ينف يبقى الكحة والتفة والنف دول ممكن ينقلوا العدوى عن طريق الدروبلت والدروبلت دي بيكون حجمها اكتر من خمسة مايكرون طيب اما الايربورن دي مع الدكاترة في الرعايات المركزة والعينين اللي بيتعاملوا معاهم تركيب انبوبة التوصيل على جهاز تنف الصناعي اخد جهاز استنشاق موسع للشعب للمريض تشفيط عيان التمريض والدكاترة بيبقوا معرضين اكتر لنقل العدوى عن طريق الهواء اسمها ايربورن وده حجم الجزيئات فيه بتكون اقل من خمسة مايكرون واخر طريقة اللي هي باللمس اللي هي ملامسة التي ايريا اللي هي النوز والماوس والاير وده في الجالب بتحصل عن طريق ان احنا بنلمس سطح عليه الفيروس والفيروس ده بعد كده بندخله بادينا الى ايه الى تجويف الصدر او تجويف البطن طيب اعرف عدوك هو الفيروس بتاعنا الحجم بتاعه كام انت عملت وقل لي خمسة مايكرون اكتر واقل يبقى دروبلت وايربورن طب هو حجمه قد ايه هو حجمه من ستة من مية مايكرون ليه اربعتاشر من مية مايكرون كويس يعني هو يتنقل اكتر بالايربورن اسرع جدا والدروبلت يتنقل بيه برضو بالعطس والتفو جميل جدا الفيروس ده بيموت بايه بالكحول والكلور الكحول والكلور الكحول يموت على طول والكلور محتاج ربع ساعة يموت بالشمس يموت بالحرارة لكن للأسف ممكن يحصل فيه نوع من التحور ويقدر يقاوم هذه الحرارة وده موجود دلوقتي وشايفين ايه انواع الكمامات اللي نعرفها اول حاجة الكمامة العادية المتدولة اللي الناس بدأت تلبسها كلها وبتصنعها شركة كوتونيل دي بيسموها كلوز ماسك الكمامة دي عشان تكون فعالة ونسبة الحماية بتاعتها لا تتجاوز 67% لابد انها تكون معمولة من ثري لييرز او فور لييرز واحدة منهم على الال اللي تكون شيفون عشان تديك الحماية الكافية بعد كده فيه نوع تاني اسمه السيرجيكال ماسك او القناع الواقي الطبي الواقي او المسك الطبي ده اللي هو بيبقى لونه لبني زي ما حركوا بتشوفوه كده دايما على طول بانتظام ومعظم الناس لابساه وده وديدي نسبة حماية 75% وده و لا يعاد استخدامه لكن المسك اللي هو من القماش ممكن يعاد استخدامه ويتغسل ويتنشف ويتحفظ بصورة سليمة بعد كده بقى ودي المعلومات اللي كتير جدا مننا ما يعرفهاش حاجات اسمها هي دي الحماية الحقيقية اللي عايز يرتديها ودي مش دعوة ان الشعب هو اللي يرتديها او مال مين اللي يرتديها مقدمي الخدمة الطبية او الناس اللي هم على درجة عالية من الخطورة للتعرض للعدو دول في منهم نوعين نوع عملاء امريكا ونوع عملاء اوروبا اللي عملاء امريكا اسمه نايش نايش دي اللي هي الناشنال انستوت فور اكيوبيشنال سيفتي اند هيلث ده اللي هو فيه منه الان خمسة وتسعين وتسعة وتسعين ومية يعني ايه يعني المسك ده بيتدي بحرف الان وينتيه بحرف رقم او برقم يعني الحرف يا اما ان يا اما ار يا اما بي الان هو اللي يهمني والان يرمز الى Non-Resistant to oil Will Are Resistant to oil Will Be Strongly Resistant to oil دول ما يهمنيش انا اللي يهمني اللي هو الان 그 هو بتاعي انا اللي هو هنسميه N95 يبقى بيدي حماية خمسة وتسعين في المية من الفيروسات والبكتريا والطفايليات او تسعة وتسعين في المية فأسميه N99 او أسميه N100 يبقى انا في عندي لتر ده بيرمز الى Resistance to oil ونمبر ده بيرمز الى البرسنتج of filtered particles اللي هي بتكون عدد الجسيمات اللي بيتم فلترتها او فلترتها اللي هي 3 من 10 مايكرون فما فوق ده اخترعيته امريكا اللي هو الرقم اللي هو N ووراء الرقم في بعد كده عندي حاجة تانية عاملها اوروبا اللي هي اسمها FFB اللي هي يبقى Filtrating Face Bees ودي في منها FFB1 FFB2 FFB3 B1 دي بتدي حماية مقدرها 80% B2 دي بتدي حماية مقدرها 94% B3 بتدي حماية مقدرها 99 وتسعة او 95 من 100% يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقولك ان الان خمسة وتسعين من الامريكي يعادل الFFB2 من الاوروبي والان مية في المية من الامريكي يعادل الFFB3 من الاوروبي وعرفنا يعني ايه ان ويعني ايه FFB Filtring Face جميل دول بيدوا حماية او بيدوا حماية بتتراوح ما بين تسعة وتسعين لمية في المية وبننصح بيهم لمقدم الخدمة الطبية لا غير كويس اوه خد بالك بقى الماسك اللي بيلبسه هذا الطبيب او مقدم الخدمة الطبية اللي احنا سميناه Respirator مش ماسك عادي اسمه Respirator ده في منه نوعين نوع بصمام اسمه Velvet Mask ونوع بدون صمام اسمه Non-Velved Mask Non-Velved Mask بيمنع نقل العدوى وهذا هو ما ينصح به تقول لي طب والVelved الVelved لا يستخدم الا للمريض اللي هو زي مريض القلب يقدر ياخد النفس بسهولة لكن مريض اللي هو انت بتتعامل معايا ومريض هيبقى فيه نقل عدوى يبقى لازم يكون Non-Velved Mask لان انت لو مصاب والVelved ده كان مفتوح يبقى انت ممكن تنقل للمكان العدوى يبقى الماسكات او الRespirator في منها نوعين Velvet وNon-Velved الVelved ده بيسهل النفس اهل انه بيخلي الهوى يخرج وتاخد النفس من طريق الفلتر لكن في نفس الوقت الهوى اللي بيخرج ده لو انت كنت مصاب ممكن يقدي البيئة اللي حواليك فده بيسهل نقل العدوى لكن مريض القلب ممكن يستخدمه لانه بياخد به النفس بسهولة تمام لكن Non-Velved هو الذي ينصح بيه او Non-Velved عشان لو انت مصاب لقدر الله ما تنقلش العدوى اللي حواليك وزنه ببقات السنة لكن هو اقمن وبيستخدموه عشان نتعامل في البيئات اللي احنا عايزين نحافظ على ان تظل معقمة بصورة منتظم هذا الماسك ممكن يتوصل بجهاز يدخله هوا يسموه Powered Air Biorefying Respirator كويس ده مش متوفر اوى عندنا مش مشكلة طيب يبقى خلاصة القول في عندي ثلاث انواع ماسك قماش اسمه Close Mask وماسك جراحي اسمه Surgical Mask وRespirator ينصح به لمقدم الخدمة الطبية صنعاء امريكا يبقى اسمه N صنعاء امريكا يبقى اسمه FFB وعلى حسب درجة الحماية في الامريكي N95 و99 و100 يعني بيحمي بمقدار 95% من دخول الميكروبات بمقدار 99% بمقدار 100% FFB او Filtering Face Bees واحد يدي حماية 80% اتنين يدي حماية 95% ثلاثة يدي حماية 99 و95 من 100 كويس اوي طيب لو جيت قلتلك درجات الحماية بقى الماسك القماش يدي حماية 67% الماسك الجراحي يدي حماية 75% الماسك الطبي ال N95 اللي انا سمته Respirator يدي 99% او FFB2 يدي 99% طيب وبالتالي اللي بيلبس الماسك الجراحي خد بالك هو الهدف منه انه ما يعديش غيره اكتر منه يقمي نفسه ما يعديش غيره بنسبة 50% طب والقماش ما يعديش غيره بنسبة 40% طب والماسك الطبي او ال Respirator ما يعديش غيره بنسبة 70% مين اللي يلبس الماسك الطفل اللي قال لي من سنتين ممنوع شمعنا قالك لانه ممكن يتخنق بيه او يشنق نفسه بيه والاطفال اللي اكبر من كده بنديها اشكال ورسومات بحيث ان هي تبقى مبسوطة وهي لبساها وبتنلبسه قابليها وقدامها عشان يتشجعه ويلبسه زيين حلو طيب ايه هي محاذير السلامة انت بتلبس الماسك الكلام ده مهم يا جماعة ولازم نبقى عارفينه كويس قوي الماسك بيعمل مشكلتين على مستوى النفس بيعمل صعوبة في النفس لان انت بتتنفس من خلال قماش مركب على قماش على قماش على قماش يبا انت بتشد النفس بمقاومة صح يبا في صعوبة في التنافس واحد اتنين لما بتيجي تخرج بتخرج ثاني اكسيد الكربون لو ما خرجش كويس والمسك محكم وهو ده عشان يكون فعال لازم يكون محكم يبا ممكن تعيد استخدام وتنفس ثاني اكسيد الكربون ده لو تم مرة ورد تانية ورد تالتة ممكن يدوخك ويخليك يغمى عليك يبا في حاجة اسمها اعادة تنافس ثاني اكسيد الكربون وصعوبة النفس عشان كده ما بنبس زعلانين او لما المسك يكون مراح رح سنة من ناحية اللجناب هي نسبة الحماية فيه قولنا قليلة وهقولك الحماية هتتم ازاي بعد كده طيب المسك كمان لما بيتلبس بيخلي صوتك محتاج يبقى عالي اللاود سبيك ده يخلي الفيروس لو كنت انت حامل للعدوى ينتشر اكتر الفونيشن الكلام تمام ويخلي الفيرال لود لو انت عندك عدوى بدل ما تخرج على النفس على الشارع عمال بتخرج وتاخد الفيروس تخرج وتاخد الفيروس تخرج وتاخد الفيروس تخرج وتاخد الفيروس يبقى بيسموه هيفير فيرال لود يبقى العدوى تزيد اكتر الهواء ممكن يطلع على عينيك اللي لابسيننا الضارة زي حالتنا كده بتغبش قدامه مش شايفين دي واحدة والتانية ممكن تعملك احتقان في العين والتالتة ممكن تزقلك الودان اللي قدام من كتر التثبيت ودي مشكلة واحنا كلنا بنعاني منها وبالتالي المسك اللي برباط احسن من المسك ابو أستيك الموزيك ده كويس طب في المستشفيات بيعملوا ايه بيعملوا حاجة اسمها هيبا فلتر الهيبا فلتر ده اختصار كلمة مش هنقولها دلوقتي مش مشكلة يعني هو قوضة بتبقى نيجاتف روم او فيها ضغط سلبي ووظفته ان هو يشفط الهواء من كل ارجاء الدور اللي موجود فيه ويرميه في مكان معين مبني في المستشفى من الخارج عشان يستقبل هذا الهواء اللي ممكن يكون ملوس وبالتالي يحمي الطاقم الطبي من التنفس لفترات طويلة وهقول لحضرتكم العدوى بتعتمد عليه كويس يبقى دي مخاطر الكمامة اعادة النفس محتمل لساني وجسيد الكربون صعوبة النفس الصوت العالي اللي بحتاج عشان اتكلم فيعلى صوتي فيطلع فيروس اكتر هيفير فيرال لود بتنفس الفيروس بدل ما يخرج للشارع وينطلق برجع تنفسه تاني فممكن يخلي العدوى عالية ويأزي العين ويبوز الجلد احيانا وايه ويغبش على النظار مقدم الخدمة الطبية يفضل ما يكونش عنده سكر وما يكونش عنده صلع لان الاندروجين بيريفلكت ان العيان ده مورسسيبتابل وسنه يكون اقل من خمسة وستين سنة ولو فصيلة دمه او بيبقى موربروتيكتد ويفضل لو كان خد العدوى ييجي يقدم الخدمة الطبية ليطر اون بعد ما يبقى بي سي ار نيجاتف طيب كيف تتم العدوى العدوى عشان تتم كمية الفيروس مضروب في زمن اللقاء او في الوقت يبقى انا فيه عشان العدوى تحصل في عندي حاجة اسمها كمية الفيروس وزمن اللقاء يبقى فيه حاجة اسمها زمن اللقاء ومكان اللقاء وبعد وقرب اللقاء كلام ده مهم جدا ليه بقى لان وانت بتتنفس في الدقيقة لو انت مصاب بتطلع عشرين جسيم من الفيروس طب ولو انت بتتحدث بتتكلم مش نفس بقى عادي بتطلع متين في الدقيقة طب ولو كحقيت او عطست بتطلع متين مليون طب عشان العدوى تحصل محتاج قده محتاج الف محتاج الف جسيم من الفيروس طيب يبقى اذا خد بالك هذا الكلام غاية في الخطورة يبقى لو تعف مع حد لازم تعف على بعد متر ونص او مترين يبقى دي اسمها ايه مسافة اللقاء ويكون في مكان مفتوح يبقى دا اسمه مكان اللقاء وتأثر المسافة as much as you can على قد ما تقدر يبقى في خلال دي اقتين او تلت دقايق مش اكتر ولا اقل طب اديني مساف يبقى معدت العدوى بتساوي ايه بتساوي كمية الفيروس مضروف في الزمن بتاع الوقت طب كمية الفيروس لو انت بخص بتاخد نفس بصورة طبيعية يبقى بتطلع متين في الدقيقة لو قعدت خمس دقايق يبقى متين في خمسة يساوي الف يبقى ممكن يجي لك العدوى لو خليتهم ثلاث دقايق يبقى متين في خمسة او في ثلاثة يبقى ستة مية يبقى ما يجي لكش وهكذا كويس اوه يبقى دا كده بالنسبة للايه لمحاذير الكمامة نيجي بعد كده نتكلم على ثلاث بنود الحامل ومريض الكبد ومريض الكلة الحامل هتعامل معاملة طبيعية تماما زي مريض الكوفيد اللي مش حامل اذا كانت انثى يعني لكن ناخد بالنا ان الفافي بيرافير ممنوع استخدامه في الحمل وبعد الحمل اللي كنا هناخده وكمان لما نوقفه بيتمنع ان احنا نبقى جوت بريجنانت بعديها بما يقارب ثلاثة اسابيع او شهر شهر كمان كويس اوه لو حامل ما بندهاش الادوية المسيلة للدم عن طريق الفم تؤخذ عن طريق الحقن لو مليك لارويت هيبرين او الهيبرين البلدي العادي طيب الحامل تعمل اشعة مقطعية اه تعمل اشعة مقطعية وتعمل اشعة دي اه تعمل اشعة مقطعية وما فيش مشاكل لا ما فيش مشاكل الجنين بيبقى في الصد في البطن واحنا بنصور على الصدر ولو لبسة ابدومنا الشيلد او واقي للبطن يبقى ممكن تتعرض للاشعة وان شاء الله ما يكونش فيه مشاكل وفيه كلام تفصيلي عن هذا الامان وما يضرناش ابدا ان احنا نشخص اكتر من ان احنا نبقى جاهلين ومش عارفين المريض عنده ايه يبقى دي احتياطات الحمل مريض الكبد في عندي ادوية كتير بتتأثر بالكبد من ضمنها الهيدروكس كلوريكين على وجه الخصوص والكاليترا اللي احنا سميناها لوبينافير روتونافير والرمديسيفير التلاتة دول بيبقوا بيتكسروا في الكبد وكمان الماكرولايدز لو سمحت اخد بالك عشان كل الناس عملا تاخد زيسرومكس وكلاريسروميسن زيسروميسن وكلاريسروميسن دول بيتكسروا في الكبد فلو انت هتاخد في مريض كبد لو سمحت تسبيتر روح يا اخي الحاجة تانية روح للينزوليت جروب او روح للدوكسي سايكلين جروب بلاشت بانت محمل على الكبد بهذه الصورة معين الهايدروكسي كلوريكين قالك ممكن تاخد الجرعة بصورة مخفضة مقسومة على اثنين بالذات لو كانت انزيمات الكبد مش عالية اكتر من ثلاث اضعاف قويس او الرمديسيفير برضو لو عالي اكتر من ثلاث اضعاف برضو يفضل ان احنا نبعد عنه يبقى ده بالنسبة للكبد في عندي ثلاث ادوية او اربع ادوية بنخاف منهم الهايدروكسي كلوريكين والرمديسيفير والكاليترا او الالوفيا اسمه التاني او الاسم العلمي لوبينافير روتونافير كويس او بالنسبة للكلا ناخد بالنا ان برضو ال الادوية بتاعت السيولة التي تأخذ عن طريق الفم ممنوع هم من اللي بيتاخد اللهم يليك لرويت هيبرين اللي احنا سميناه ينوكسي بانين سوديم وبالبالة دي اسمه كليكسان مفيش مشكلة ماشي وجميع الادوية النيفروتوكسيك اللي هي ضارة على الكلا اللي هي مؤذية للكلا المجموعات اللي هي بتصنف سي و دي يبقى احنا هنبعد عنها لانها ممكن تأذيني و تضريني سواء اذا كانت ستة حامل او مش حامل يبقى النفروتوكسيك دراجز شوت بي افويدد والريبافيرين نفس الكلام المفروض ان احنا نبعد عنه كويس او هنا بقى في معلومة كده ناخدها سريعا على مسيلات الدم عشان نبقى اخلصنا منها مسيلات الدم يا جماعة المرض ده احنا اتفقنا انه هو مشهور بانه يعمل جلطات بصورة متكررة يبقى انا ممكن استخدم مسيلات الدم في منها ثلاث انواع ايه هم الثلاث انواع دول واحد اللي هو الانفراكشينيتد هيبرين الانفراكشينيتد هيبرين ده اللي هو الهيبرين البلدي العادي بتاع زمان ده يفضل المريض اللي ياخده مريض الرعاية المركزة اللي متوصل على جهاز سنافه الصناعي كويس لانه بيشتغل كمضاد للسيولة وكمان كمضاد للالتهاب كويس واللوموليكلارويت هيبرين اللي احنا سميناه نوكسيبارين سوديام اللي هو بيتاخد واحد انترناشنال يونيت بير كي جي بير 12 اوار اذا كان ثرابيوتك وبير 24 اوار اذا كان بروفيلاتك كويس واذا كان في البيت هنشوف اذا كانت الحالة مستقرة وهتديه بصورة جرعة وقائية يتاخد مثلا زي الريفاروكسابان عشرة ولو كان الدي دايمر عالي شوية معدل الالف يتاخد 15 او 20 كويس يناس بتسأل العينين اللي هم سنهم صغير ايه الجرعات بتاعتها اقولك ببساطة الهيدروكسكلوريكين يا جماعة في الكبار بيتاخد 13 ميلي بير كي جي بير 12 اوار في الصغيرين يتاخد 6.5 ميلي بير كي جي بير 12 اوار دي اول دوز في اول يوم وبعد كده تقسم على اتنين يبقى في الاطفال 6.5 اول يوم كل 12 لكل كيلو وبعد كده تلاتة وربع ميلي جرام لكل كيلو كل 12 ساعة لمدة 5 او 10 ايام كويس الرمدي سيفير بيتاخد في الكبار 200 ميلي كل فيرست دوز وبعد كده 100 كل 24 ساعة لمدة 5 ايام او 9 ايام وفي الاطفال لو كان اقل من 40 كيلو بياخد 5 ميلي لكل كيلو اول يوم وتاني يوم وتالت ورابع وخمس بياخد اتنين ونص يعني بنقسم الجرعة على اتنين كويس اول يبقى ده كده غطينا الحوامل ومريض الكبد ومريض الكلا والجرعة في الاطفال طيب الناس اللي بتاخد المرض وتيجي بعد كده بنقول هي خفت ولا ما خفتش اسمها توابع المرض وهكلمك عن حاجة مهمة جدا اسمها chronic fatigue syndrome او post covid symptoms وجدوا ان المرض يا جماعة اللي خدوا هذا المرض بيصابوا بنوع من الارق نوم متقطع وصداع ونقص في الزاكرة وضعف في الزاكرة ونقص في التركيز يقول لك اسمها brain fog مخ مضبب عنده احباط سقف التوقعات بتاعته unpredictable عنده نوبات من الارهاق ليست كنوبات التعب الطبيعي دي اسمها ايه post covid symptoms ودي متوقع اه متوقع ليها علاج اه ليها علاج راحة وتسمع لجسمك يقول لك listen to your body يعني ايه تعبان خشي نام وتاكل خمس عجبات في اليوم واكل خفيف وفاكهة وخضار طازة وتعمل تمارين خفيفة تتناسب مع الوزن لو تقدر وتتشمس اذا كان فيه عندك فيتامين دي ممكن تاخده كسبليمينتيشن ومالتي فيتامينز يبقى انا كلمت حضرتك دلوقتي عن عاجة اسمها chronic fatigue syndrome او post covid symptoms او syndrome كويس او في بعض المرضى بيجي لهم سخنية بعد ما بيخفوا ما تيلاقش منها ده لسه inflammatory cytokines بتطلع من وقت للتاني بس تاخد بالك ان ممكن تاخد لها paracetamol وممكن تاخد لو دوز استيرويد كورتيزون وممكن تعمل صورة الدم لو كانت الحرارة مستمرة وتتأكد ان ما فيش ارتفاع في عدد خلايا الدم الصاددية ولا shift to lift ولا toxic granulation اللي هو ما يثبت ان في وجود عدوة بكتيرية ثانوية اللي هي لو كانت موجودة بقى انت محتاج تاخد مضاد ضحايا ولو ما كانتش موجودة يكتفى بان انت تحط نفسك على الparacetamol وكفاية اوي طيب يبقى دي اسمها توابع المرض وعودة الاعراض اكتساب المناعة ابنا اكتسب المناعة والتطور للفيروس ما بيحصلش وعادة العدوة ما بتحصلش وبتاخد وقت على ما بتتم وبتاخد حوالي فاصل اربع شهور خمس شهور لسه حتى هذه اللحظة لم يثبت لدينا اعادة العدو ماشي عندي عيان بعالجه في البيت وبدأ العيان ده انا شايف ان هو مش مستريح او من البداية اول ما شفته حسيت ان هو مش كويس يعني ايه تقول لي والله لما باجي ابص عليه ايه الاقي نفسه اسرع من تلاتين او اكسوجينه بالبالس اكزيمتري اقل من تلاتة وتسعين او الاشاعة بتاعته ادهولت اكتر من خمسين في المية في خلال تمانية واربعين ساعة او اربعة وعشرين ساعة ولما يسطح حاجة اسمها البي ايه وطوع الايه وطوع الايه وطوع الايه اقل من تلتمية مش مشكلة يبقى العيان ده ما ينفعش يقعد في البيت او العيان ده من البداية لازم يروح المستشفى كويس طب انا ظروفي لا تسمح ظروفك لا تسمح حطه على الهيبارين اللي هم اللي اقل روية هيبارين حوان وصله على اكسوجين وطوع الاكسوجين يا جماعة نقص الاكسوجين بتعامل معها باستوانة الاكسوجين اللي بتتوصل نيزة البرونج او جهاز مركز الاكسوجين بيتباع بيدي بتوصل على الكهرباء من غير ما تحتاج تروح الاسعاف وتنقل استوانة اسمه اكسوجين كونسنتريتور بيتباع في مراكز الخدمات الطبية في شارع الاصر العيني او بعض الشركات المتخصصة يبقى طرق نقل الاكسوجين بالاستوانة او بالاكسوجين كونسنتريتور ونخلي العيان نايم على بطنه اذا لم يكن في مكان للمستشفى لكن العيانين دول يفضل يكونوا بيتعالجوا فين في المستشفى خدت العدوى وتعالقت وتم تعافيك تعرف ازاي السي دي سي حطت تو بروتوكولز سنتر فور ديزيز كونترول بيقولوا ايه بيقولوا انت يتم اطلاق صراحك بالتي تي التي تي يا تايم بيزد يا تيست بيزد استراتيجي ايه تايم بيزد استراتيجي بيقولوا بعد اختفاء الحرارة بتلاتة ايام اسمه تايم بيزد كويس او لو عملت البي سي ار وطلع نيجاتيف وعملته تاني وطلع نيجاتيف وما بين العملتين كان في حوالي اربعة وعشرين او تمانية واربعين ساعة طيب نعتمد على مين اقولك انت مقدم للخدمة الطبية ولا لا تقول لي والله انا مقدم للخدمة الطبية يبقى لابد ان حضرتك هتعتمد على التست تست بيزد استراتيجي لا والله انا انسان عادي وانسان بسيط وما بقدمش خدمة طبية لحد يبقى تايم بيزد استراتيجي عد تلات ايام من تاريخ اختفاء الحرارة احنا بنقول خليها اسبوع او عشر ايام عشان نبقى متطمنين ولما تيجي تتعامل ده مش معناه اطلاق الامان برضو هتتعامل وانت لابس الماسك وانت محافظ على التباعد الاجتماعي او الكمامة وان انت تبقى بعيد عن الاشخاص اللي قدامك خيس او يعني تقريبا معظم النقاط اللي انا كنت عايز اتكلم فيها غطتها معادة نقطة اخيرة وهنفتح المجال للأسئلة وهنرد عليها وربنا يبرك لنا ان شاء الله في النص ساعة اللي جاية ان احنا نقدر يعني نوصل المعلومات ونفيد الناس وليس هذا معناه دعوة ان انت تعالج نفسك بنفسك لو سمحت دي مجرد ارشادات واجابة عن تساؤلات لكن ينبغي ان يتم كل هذا تحت اشراف طبي كامل ومتكامل طيب فيه ناس بتسأل بتقول يا جماعة هو احنا عندنا فيروس ولا اكتر من فيروس يعني سلالة ولا اكتر من سلالة عايز حضرتك تعرف لي معلومتين هنا بقى الفيروس في حاجة اسمها انتجينيك شيفت وحاجة اسمها انتجينيك دريفت ايه الفرق بين الشيفت والدريفت الشيفت هو عبارة عن ان الفيروس يتحت بفيروس اخوه ويديني شكل تاني جديد او فيروس يتحت بفيروس تاني مش اخوه ويديني شكل تاني خالص غير الشكل اللي كان موجود بس عليه نفس الاجسام المضادة تقول لي طيب ده حلو ولا وحش اقولك ده حلو واخر حلاوة لان طالما نفس الاجسام المضادة يبقى ربنا مش هيضيع تعبنا في مين في ايجاد اللقاح اللي هو هيحمينا من هذا الفيروس على عكس الانتجينيك دريفت ايه الانتجينيك دريفت ده الانتجينيك دريفت ده هيحصل تحور جيني لقدر الله يا رب ما يحصل في الفيروس وبالتالي يضيع مجهودنا هباء منثورا في اكتشاف لقاح لهذا الفيروس ونحتاج تاني نتكلم على سنة وسنة ونص وسنتين لحد ده ما نعمل تجارب ويطلع لي تاني لقاح جديد اقدر احارب بي كويس قوي يبقى اذا انا في عندي حاجتين بيحكموني هل ده انتجينيك شيفت ولا انتجينيك دريفت الشيفت جميل وحلو ولو حصل مقدور عليه والفاكسين هيجيب نتيجة لو انتجينيك دريفت يبقى احنا رحنا في خبر كان تقريبا كده يعني انا غطيت معظم النقاط اللي كان المفروض نتكلم مع حضراتكو فيها وهنفتح المجال للأسئلة وهي طبعا ما شاء الله كتير وهناخد الايه نبتدي الاول كده الأستاذ الدكتورة صافي قداح زميلة عزيزة بتقول ويجيبت شيلدر انتو انتكواجلانت يس انت بتدي الانتكواجلانت الانديكيشن بتاعنا في الانتكواجلاشن يا جماعة هو ان يكون العيان هايبوكسيك ملناش دعا خالص بالسن المهم هو يكون هايبوكسيك او بيدي ساتوريت على روم اير او يكون الاكس ري او السي تي فيها ماركت دينس راديولوجيك ابنورماليتز او ان العيان يكون ماركت لتكبنك او نكون اسنا دي دايمر ولقيناه عالي عالي اكتر من الف هادي ثرابيوتك اهل من الف هادي بروفيليكتك اه لو العيان ما عنده السخونية من الاول خالص امتى اقول انه خف طيب عارف ازاي انه هو عيان تقول لي والله كان مخالط لو كان مخالط يعد على نفسه عشر ايام من تاريخ المخالطة طب لا يزال مخالط يبقى لا يزال قابل انه هو يكون معدي اش معنى اقولك لان في حاجة اسمها فترة الحضانة تتراوح من اربعة ايام لاربعتاشر لواحد وعشرين يوم فممكن يكون الفيروس موجود وبيتكاثر ولسه لم يعطي صورة مرضية فلازم يكون عنده الحذر الحذر يعني ايه الحذر يعني يكون دايما ستاند باي لبس الكمامة وعامل المسافة ما بينه ما بين اللي قدامه طيب اقصى مدة ادي فيها الازيس روميسن ادي ايه دكتور وليد حشمت الازيس روميسن يا دكتور وليد بيتاخد ست ايام او خمس ايام بس مهم اوي السؤال بتاع حضرتك ان احنا نبقى عارفين انه ماينفعش يتاخد على معضة مليانة لان بيبقى 50% يبقى انك فقدت نص قيمة الدواء تمام تمام ولو العيان وعندي مشاكل في الانفكشن ممكن اشفت على حاجة تانية غيره او ممكن اضف له زي السيفت رايك زون اللي الناس عملا تكتبوا ايه ليل ونهار طيب بقى لي حضرتك 25 يوم وبعمل المسحة كل خمس ايام كل مرة تطلع ايجابي اعمل ايه وايه السبب وانا مريض السكر وكمان في المستشفى ولا ليها المسحة اي قيمة المهم حضرتك اخبارك ايه الاعراض اللي انت كنت جاية بيها انها جانو الكحة واجع الزور السخونية لو اختفوا عدي وراهم سبعة ايام طالما انت غير مقدمة للخدمة الطبية وتخرج بعد كده تكل وتشربي في بيتك وتنامي وخلاص حكاية ان التست بيطلع بوزطف ليس لها قيمة وقلنا ان التست بيطلع بوزطف خطأا لانه بيديتكت بارتو افزا ار اي اي افزا فيروس هو بيكتشف بعض بقايا الحمض النووي الار ان اي المسؤول عن الفيروس وليس الفيروس بذاته سؤالي بخصوص استخدام الان خمسة وتسعين في العيادة دكتور يوسري عبداللطيف هل ممكن استعماله اكتر من مرة لو بروح مرتين طبعا هو الان خمسة وتسعين المفروض معمول عشان يستخدم مرة واحدة طب انا عايز استخدمه اكتر من مرة اوكي استخدمه بس خليهم اتنين استخدم واحد واسيبه وتاني يوم استخدم واحد واسيبه يبقى هيمر عليه اكتر من تمانية واربعين ساعة يبقى هيعقم نفسه بنفسه لا حبزة لو كنت رشية الاوتر سيرفس بتاعه بقحل ونفر ان اديك ترمس الانر سيرفس بتاعه يبقى ممكن استخدمه تجاوزا بهذه الكيفية بعض الناس بيفتكس افتكاسة يقولك انا هلبس الان خمسة وتسعين وحطه فيه سيرجيكا الماسك موافق وبعد كده يرمس سيرجيكا الماسك ويرجع تاني يكمل على الان خمسة وتسعين برضو شغال بس كل الكلام ده مش صح الصح التمام انه يستخدم مرة واحدة طب عشان القيمة المادية وكلنا ومش هنا بس وهنا وبره كل الناس يعني استخدموا بهذه الكيفية اكتر من مرة طيب محمد مصطفى لو الاشعة وحشة ودي دايمر مش عالي والاعراض سيئة والمريض في العناية ياخد انتك واجلا توقعي ولا علاجة علاجي يا جماعة خدوا بالكم ما يحدث بداخل الاوعية الدموية لا نراه لا نراه زي ما بالزبط كده بقولك يا رأيك في القلم ده بتقول لي جميلة اقولك الانبوية بتاعته مليانة ولا فاضية اناش عرفني دي من جوه كذلك الحال الاشعة حلوة وجميلة وفيها جي جي او طب والاوعية الدموية ما عرفش الاوعية الدموية منتشر على سطحها اللي هو الفيروس بيخش ويخترقها ويعمل لك ثرومبوزيس يعمل لك تجلطات يبقى على طول لازم قدي طالما العين بتاعي مش كويس وما بيتحسنش لازم اسأل نفسي ما بيتحسنش ليه العفريت الغير مرئي هو الامبوليزيش كويس في حالات فيها نيوتروبينيا ومعها الانفوسيتوزيس وكل الاعراض موجودة كده نعتبارها كوفيد طبعا الاجابة السؤال اماني انا في الحقيقة مش عارف السي بي سي يا جماعة ما بتشخص اللي بيشخص المسحة مع الاعراض او الاشاعة المقطعية مع الاعراض او المسحة والاشاعة المقطعية والاعراض ومال السي بي سي بي اعتمد فيها على ايه بتعتمد فيها على بناء الظن والشك يزيد ولا ما يزيدش وكمان باعتمد فيها على المرض الدرجة الخطورة بتاعته اخبارها ايه اش معنى تقول لي اصف فيها عيانين بيبقى فيها عندهم لينفوبينيا نقص في خلايا الدم اللينفوية صح وفيها عيانين بتطلع نورمال صح وفيها عيانين بتطلع عالية صح يبقى اذا مش اعتمد عليها في التشخيص تمام في فرق بين الهيدروكسكلوريكين والكلوريكين اه في فرق يا دكتور وليد الهيدروكسكلوريكين افضل والمشاكل بتاعته اقل والايفكت بتاعته اعلى هل عادة موجود سخونة في حالات الكورونا معنى ان المناعة ضعيفة والفيروس سيطر عليها ليس بالضرورة دي معركة ما بين الجسم وما بين الفيروس ممكن يبقى فيه معها فيفر وممكن ما يكونش على اسب الانفلاماتي وعلى حسب الجسم رد ازاي رد بحكمة واناة ولا رد بعنف وغشم احتياطات لبس الكمامة سواء لمقدم الخدمة الطبية او المريض احنا خلاص اتفقنا احتياطات لبس الكمامة ازاي نشيلها وازاي نخسلها وازاي نرجعها والسيرجيكال ماسك ديسبوزابول والكلوز ماسك ممكن يتغسل تاني والان خمسة وتسعين ممكن يستخدم بالطريقة اللي اتفقنا عليه حقن الاكتمرة هل ليها دور وكيف تستخدم حقن الاكتمرة ليها دور وكيف تستخدم طبعا يا جماعة حقن الاكتمرة ده اختراع سحري هايل في منتهى الجمال العينين السفير والعينين الكريتك الحالات العنيفة والحالات الحارجة بالذات اللي هم رحوا للسايتوكاين ستورم الاكتمرة بتاكت از انتي انترلوكين سيكسي يعني بتضاد عمل دلالات الالتهاب بتتاخد وبتجيب نتائج هايلة وما بتتاخدش اكتر من جروعتين لو سمحتوا ما بينهم على الاقل 12 ساعة ولا يعد تقرارها وناخد بالنا ان هي بتأثر على الكابت ولو كانت انزيمات الكابت مرتفعة اكتر من 3 مرات لا تؤخذ الاكتمرة في منه تركزين في منه 200 وفي منه 400 والدوز بتاعته من 4 ل 8 ميلي بر كي جي من 4 ل 8 ميلي بر كي جي يفضل اول جرعة تبقى 8 وتاني جرعة تبقى 4 ميلي بر كي جي وبيجيب نتائج هايلة اه بيجيب نتائج هايلة ويفضل لو انت استقبليه الاند الانترلوكين سيكس ولايته عالي لكن طبعا ليس بالضرورة يعني ما تربكش نفسك بيه افرد انت مش عارفت ايسو العام بتاعك ادي ادي هل انا كصيدالي اقدر اخذ هيدروكسيالوريكين كوقايا وكليكسان ايضا لا الايدروكسيالوريكين كوقايا لا والكليكسان كوقايا لا انت كصيدالي تقدر تاخد اللاكتوفيرين اللاكتوفيرين يا جماعة بيكمبين للـ يمنع ان الفيروس يخترق الخلية بيمنع ان هو يخش من البداية طالما يقدر انه هو يمنع انه هو يخش من البداية اذا هينجح في انه هو يمنع ان الفيروس ده يتكاثر يبقى دي طرق الوقاية ومعانا فيتامين سي ومعانا الزينك الهيدروكسكلوريكين اتكلموا عليه في وقت من الاوقات وقالوا انه هو ممكن يعمل هذا الافكت لكن في الحقيقة حتى الان لا يوجد من ينصح به متى يعود مقدم الخدمة الطبية خلاص قلنا مقدم الخدمة الطبية بعد ما يعمل مسحتين ويطلعوا سلبيتين ده ما فيش فيه تهاون طيب دكتور احمد جابر بالنسبة جابر او جابر جابر بالنسبة الحالات المايلد في البيت ياخد انتكواجلنت ولا لا ومدة قد ايه وايه افضل استيرويد والمدة كم يوم واجهزات من الله خير يا دكتور احمد الحالات المايلد لو هو كويس ومش بيديه ساتوريت والدي دايمر بتاعه حلو والسي تي ما فيهاش انفلتريتس ما ياخدش طب لو هو مايلد بس بيبقى ديسنك او بيديه ساتوريت والسي تي فيه انفلتريتس ياخد ياخد قد ياخد لمدة تتراوح من ثلاث اسابيع لشهر ونص ابتو ثلاث شهور لو كان عنده دي في تي او جلطة قبل كده طب لو ما كانش عنده يبقى كفاية ثلاث اسابيع طب لو كان بيديه ساتوريت يبقى يبقى ممكن خمسة واربعين يوم خدوا بالكو يا جماعة it is up till now it is a novel كورونا فيروس يعني لا يزال مستجد لا تزال كلنا خبرتنا فيه مستجد لكن احنا بنتكلم حتى الان احنا بقى لنا ستة شهور عايشين في هذا الوباء فاحنا بنستمد الخبرة من خلال الستة شهور ايه افضل استيرويد الافضل استيرويد هتعتمد على انت كنت ماشي انجيكشن في المستشفى ولا ابتديت اورل في البيت المثال بريدنيزولون كويس وما فيش منه مشكلة ممكن ابتدي من ربع لنص ميلي بر كي جي ممكن انتو ديفايد الدوزيس وبعد كده كل عشر تيام او كل خمس تيام اكوردنج تو سيفيريتي ابتدي اريديوس الدوز او اخفض الجرع شكرا استاذ الدكتورة صافي هل يمكن دكتورة عصام هل يمكن استخدام هل يمكن استخدام في نفس الوقت مع الاكتمراء الريمد سيفير اه ممكن طبعا والريمد سيفير يا جماعة بدأ يتوفر والحمد لله الوزارة وفرته وان كان مش بالكميات الكتيرة لكن هو موجود ومتوفر وبيشتغل كانتي فيرل بيمنع الفيرل ملتبليكيشن وبنستخدمه في العنين السيفير وبنستخدمه في العنين الكريتيكل وزي ما اتفقنا الدوز بتاعته 200 ميلي بيتاخد وريد اول يوم وبعد كده بناخد 100 كل 24 ساعة لمدة 9 تيام وزي كانت اطفال اهل من 40 بياخد 5 ميلي بركيجي اول يوم وبعد كده 2.5 ميلي بركيجي لمدة برضو 9 تيام او 5 تيام على قسى بالاستجابة ما هي المعيارية الاقرب لتشخيص حالة كوفيد-19 الخفيفة والمتوسطة في حالة عدم موجود فحص الاكسام المضادة للفيروس او فحص البي سي ار الاشاعة المقطعية يا فندم الاشاعة المقطعية مع الاعراض مع صورة الدم لو فيها الينفوبينية ده كافي قوي والاعراض يا جماعة زي ما اتفقنا الاعراض تم تغيرها تماما ما بقتش كحة جافة ممكن بقى فيه معاها بلغم ما بقاش بس واجع في الزور ونهجان وسخنية لا ده ممكن كمان بقى فيه مغس وفيه ترجيع وفيه اسهال وفيه فقد القاسة الشم والتزوق وفيه احيانا النوم الكتير والدوقة والتكسير والهمدان والدغداغ كل دي بقت اعراض خاصة بالكوفيد ولما نسمعها في زمن الكوفيد ينبغي علينا تشخيص الكوفيد الى ان يثبت عكس ذلك الكالترا يا استاذنا جرعته لمدة كام يوم بحد اقصى الكالترا يا جماعة حد اقصى عشر تيام والجرعة بتاعته الكالترا احنا عارفين انه هو دوين دوين اللي هو ايه لوبينافير اللي هو امتين على خمسين ميتين على خمسين انا باخد ارصين كل اتناشر ساعة لمدة خمس تيام وعشر تيام واخد بالي وعناي على الليفر دكتور ياسر همام بركات هل لدى حضرتك تعليق على هذا البرتوكول معمول به والصادر منذ شهر وهل هناك اي اضافة متوقع خاصة مع المتغيرات التي حدثت خلال فترة الاخيرة ان شاء الله البرتوكول من ساعة مضحط واللجنة العلمية اللي مشرفة عليه ما شاء الله جميلة جدا وعملة فيه شغل فيه منتهى الجمال ويكاد يوازي ان لم يكن احسن من البرتوكولات العالمية ودي مش شهادة عشان انا موجود فيه لا انا بتكلم على الفترة اللي فاتت واحنا اول ناس حطوا الانتيكواجلانت واحنا اول ناس حطينا الكورتيكوستورايدز وان شاء الله باذن الله فيه تعديلات بتتم على مستوى البرتوكول وفيه مناقشات بتتم كلجنة علمية كل اسبوع عشان اي متغيرات تطرق على الساحة اذا كان اضافة زي الرمدي سيفير او وتفر اي دواء جديد هيتم منقشته وبيتم تعديله وبنوالي تبليغ حضراتكم بيه الاكتمرة خلاص اتفقنا عليها الدور بتاعها في السيفير والفيري سيفير فيه قناع بيتغير له فيلتر هل بيحمي من الفيروس ولا بتاع غازات بس على عسف هو مكتوب عليه ايه يا دكتور محمود يعني هو لو مكتوب عليه بتاع غازات بس يبقى بتاع غازات بس عشان كده يا جماعة نصيحة مني مهم جدا تبص ايه اللي مكتوب على القناع انت شري من مين وهو كاتب لك عليه ايه وهو بتاع غازات ولا بتاع اويلز ولا بتاع جاسز ولا بتاع بكتيريا ولا بتاع فيروس يبقى لازم نبقى عارفين اللي عنده فقدان قس الشم والتزوق يخرج امتى من العزل المنزلي يخرج بعد سبعة ايام من تاريخ تناول العلاج لان حس الشم والتزوق بتاخد من شهر لشهر ونص او من ثلاث اسابيع لشهر ونص وبنقول بنحسنها بان احنا ندي ايه حاج زي الفكسو فينا دين او اللوراتي دين او السودولوراتي دين لو مش لاقي ان 95 ألبس اتنين ماسك جراحي افتكاسة مصرية لكن لا يوجد ما يمنع الفيس شيلد برضو لا يوجد ما يمنع لكن ده خدوا بالكو يا جماعة الماسك الجراحي يحمي الآخرين من شرور مرتديه تاني انا لما بالبس ماسك جراحي انت متهيالك ان انت بتحمي نفسك الاجابة لا انت بتحمي غيرك منك تقول لي ايه اقولك ببساطة معاك رقمين ركزلي فيهم لو سمحت ماسك جراحي بيحميك بنسبة 75% ويحمي غيرك ان هو يتنقله العدوى بنسبة 50% بس ممكن نلبس 2 ايه لبس 2 هل الكفاة بتاعته تتحسن ممكن تتحسن نزقها من 75 نخليها 80 اوكي طيب بعد ايذن حضرتك النو اكس ولا الكليكسان دايما المرضى بيشتكوا من تكسير في العظام وما فيش سخونية اعلاجها الانالجيزيكس تكسير العظام علاجها ان انت تدينه مسكن قوي كانوا زمان بيعتمدوا بيعترضوا على الإيبي بروفين دلوقتي قال لك لا ده الإيبي بروفين حلو ما فيش مشكلة باراستامول الإيبي بروفين ما فيش مشكلة المهم وانت بتدي لعلك تحمل معدى من الاتش تو من الجاسترايتس او من التهابات بتاعتها بان انت تحط العيان على حاجة زي البانتو برازول او الكنترولوك او البانتولوك او واتفر يعني مش عايزين نقول اسماء تجارية لكن المهم تحمل معدى من الاثار بتاعة الادوية الكتير اللي عليها افضل انه اكس ولا الكليكسان لا الكليكسان بس الكليكسان ده حقن وتحت الجلد وبنشكشك العيان فعلى حسب راحة العيان مش على حسب راحة الدكتور وعلى حسب خطورة الحالة وعلى حسب قدرة العيان المادية طيب توسيلوزيماب خلاص اتفاقنا عليه بنستخدمه في الحالات السفير والفيري سفير الكولشيسين والإيفرميكتن بعض الناس جربوهم انا ما جربتهمش يا دكتورة ناهد لكن يعني هو المشكلة يا جماعة في الكورونا ان فيه ناس كتير جدا ما خدتش علاج وخفت فاللي ما خدش علاج وخف بقولك انا خفت من غير علاج وفيه ناس خدت لبن العصفورة وخفت فاللي خد لبن العصفور وخف قالك لبن العصفور بيخففني وفيه ناس خدت الهيدروكسوكلوريكين وخفت فقالك الهيدروكسوكلوريكين بيخفف فيحنا مش هنعترض على اي حد ومش هنؤيد اي حد لكن لابد ان يكون فيه اساس علمي لاستخدام اي دواء والكلشيسين ليهم اساس علمي ولا يمنع من استخدامهم خيس اول الانت المنسك خلاص قلنا البتدين المخفف بموت الفيروس انا في الحقيقة ما قلتش هذا الكلام سمعت عنه زي حضرتك بالزبط معرفش ماذا صح حيطه حقا الاكتمراء خلاص جاوبناها مريض اخد علاج كوفيد كامل عملت الاشاعة بعد شهر ظهرت باتش جديدة في اكتر من مكان لكن الاعراض اختفت تماما ولا يهمك يا دكتور تامر ده هو ده المتوقع وهو ده اللي احنا بنشوفه ده احنا على مدار شهر كامل دلوقتي من بعد رمضان حتى هذه اللحظة نشوف العيان عنده بوطشة او بوطشتين وبعد ثلاثة السابيع نقول له يلا بقى روح يعمل الاشاعة ووريهانا بقى واني بقى عادين مستنيين بقى الجايزة والمكافأة يجي لك العين وشه اصفر وانت كمان نوشك يصفر جنبي اشمعنا يقولك ده الاشاعة يا دكتور كاتبين فيها تقرير مهبب ده بيقوله ان هي اسوأ من اللي فاتت صح التحسن الكلينيكي يسبق التحسن في الاشاعة بما مقداره عشر تيام او اسبوعين عشان كده ينصح ان المريض ما يعدش كل شوية الاشاعة المقطعية طالما العيان عمره مكان فيلم بيتصور ولا ارقام بتتقري العيان عيان النفس استريح الحرارة راحت الشهيات فتحت الوزن بدأ يبقى تمام العيان بقى يتكلم كويس تصلح طوز في الاشاعة ما تفرقش معايا كتير هتاخد وقتها وترجع للطبيعي بس ناخد بالنا من حاجتين في المرض ده في تلايفات ممكن تحصل في جلطات ممكن تحصل يبقى لو سمعت تكون مغطي نفسك بالكورتزون ومسيلات الدم عيانين كتير جدا عندهم تاكي كاردا بتصل ل140 ايه في البروتوكول ممكن يكون سبب ذلك لا يا باشا ده مشو البروتوكول ده الفيروس وعمل لك مايو كاردايتس تاخد بالك من القصة ديت احنا الادواء بتاعتنا كلها للأسف بتعمل براديكاردي الهيدروكسكلوريكين بيعمل براديكاردي والكاليترا اللي هي اللوبينافير بيعمل براديكاردي والازيسرومايسن بيعمل براديكاردي فما فيش حاجة بتسرع ضربات القلب ضربات القلب بتبقى سريعة يبلع عنها ايبوكسيميك او عنده بلمونيليمبوليزم او عنده كرونري انسلت او عنده حاجة على مساوى الهارت ماشي حقان الاكتمرة قال ليها دور خلاص حقان الاكتمرة قال ليها دور خلاص استاذنا الفاضل رأيك بالإيفرمكتن خلاص اتفقنا في شكوى غريبة كتير من المرضى اللي تحت العلاج بيشتكوا بإرهاق رهيب يا راجل ماحنا لسه قيلين اوه لدرجة ان بعضهم اكثر من ثلاث يام بدون نوم صح؟ احنا لسه قيلين يا جماعة كرونيك فاتيك سندروم الكرونيك فاتيك سندروم قلت النوم والقرق والتكسير والهمدان والدغدغة بصورة غير طبيعية وغير محتملة ركز معاه في ان انت تديره مسكنات بصورة عالية الدنيا هتمشي كويس طيب ادي الاثنين مع بعض انت في معركة لازم تحارب بجميع الاسلحة المخالطين في نفس البيت ياخدوا فيتامينات سي ودي والزينك عشان المناعة ولكتوفرين وجرعيته والمدة كام وفقال ترتفع القراء ازود برد سيتامول بس واللي ابدأ زيسرو ماكس المخالط يا جماعة في البيت المخالط في البيت لازم يكون على قد ما نقدر سن وقت من 60 سنة وما عندوش امراض مزمنة وفضل ما يكونش اقرع ما احترام كل الصلع يعني لان نسبة الاندروجين بتأثر معانا وفي نفس الوقت لابد ان هو يكون المناعة بتاعته كويسة وبياكل وبيشرب وينام كويس طيب ياخد فيتامين سي وزينك مفيش مانع ياخد فيتامين سي وزينك كيس مرتين يوميا وبعد كده ممكن ياخد كيس كل ثلاث ايام اوكي يفضل ياخده ويكرره يعني طول ما هو معرض لعمل الخطر ولسه عنده اهلا بصدف في البيت يفضل ماشي طيب ولمدة كم يوم طول ما هو معرض لحد اما العيان ده تيقلب نيجاتيف او يفك العزل بتاعه في حالة ارتفاع الحرارة ازود براسيتامول زود براسيتامول ابدأ زيسرو ماكس لا ما تبتديش زيسرو ماكس لان هو وريدي كان ابتداء يبقى انت لو انت ابتديت انت اللي تسخن عايز تزود زيسرو ماكس زود زيسرو ماكس وعمل صورة دم عشان نتطمن انت خدت عدوى ولا الدنيا عبارة عن ايه المخالط بيبان عليه الاعراض بعد قد ايه لو اتصاب من اربعة ايام لواحد وعشرين يوم افريج عشر ايام انتهي الاعراض كلها من حرارة وغيره بعد سبعة ايام ما سبب استمرارية الكحة جاوبنا السؤال ده قبل كده دكتور يحي عبدالعال سبب استمرارية الكحة ان ده بيعمل اجه اسمها او اسمها تهيج الشعب الهوائية للمؤثرات الخارجية بصورة اعلى من الصورة الطبيعية الكحة دي ما بتتعاليكش بادوية الكحة عشان الناس اللي عملها تكتب له نهار في نوتاصل وبرونشيكم وبنتمكس لا الكحة دي بتتعاليك 有داية الاساسية او باليوجوتراند اللي هي المونتل قس السوديم اللي اسمها او اسمها ازما قس او اللي هي الادوية اللي هي 照ج زي الفكسو في نادين اللي هي اسمها ايه اللي هي اسمها التيل فاست بتركيزاته التمانين والمئة وعشرين والمئة وتمانين او اللوراتيدين وسودالوراتيدين اللي هي الديلاركس والإورياس اللي هي الخمسةavirus وحكذا او الكلاريتين دي بتحسن الكحة جدا 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 قرصة قبل النوم ويبقى اخر حلاوة تمام ياخدوا لمدة عشر ايام مصابة من ست ايام اعراض مدرت وكل الاعراض خفت ما عدا الصداع وقلم العظم احنا اتفقنا ان الاعراض دي تفضل مكملة معانا وعلاجها زي ما اتفقنا الراحة ونستجيب لقلم الجسم نستريح وما نبذلش مجهود ونأكل تلات اربع مرات خمس ست مرات في اليوم وناخد مسكنات على قد ما نقدر استاذنا بالنسبة للبلازمة استخدامها ايرلي ولا ليت شوف انا اقولك على حاجة اكتور محمود هو الكلام المفروض ان انا البلازمة او الكنفاليسنت البلازمة طبعا زي ما اتفقنا احنا ممكن نستخدمها بطريقتين ممكن اعمل فصل بلازمة وده بيجيب نتاج كويسة او اسمها بلازمة فاريسس وده بيبقى في المراحل المتأخرة وممكن ناخد الكنفاليسنت بلازمة من الناس المتعافين اللي مر عليهم اكتر من اربعتاشر يوم من تاريخ التحسن يعني لو ضفنا اربعتاشر على الاربعتاشر بتوع الاصابة اللي هيبتدي تكون فيهم الاكسام المضادة يبقى بعد شهر من العلاج هذا الشخص ممكن اخد الاكسام المضادة بتاعته ادي الانسان مريض في خلال ادي بعض الناس يقولك ايرلي طب ما ايرلي لما اخذ ما بعض العين بتخف ايرلي الوحدة يبقى انا ازاي هاستمت الافكس بتاع الكنفاليسنت بلازمة انا بحتاجه في العينين المدرت اللي راح لسيفير او السيفير اللي بيقلب في الحقيقة يعني لكن هو بيقولك عشان تجيب نتيجة كويسة اتشوت بي يوز د ايرلي طب ما هو ايرلي بيخف الوحدة ولا انت اصدك ايرلي وسبير من البداية ممكن ممكن وزي ما اتفقنا بناخد مئتين وخمسين بناخدها كل اتناشر ساعة وناخد بالنا ان هي يكون معمول لها سكرينينج كويس ولازم يكون الانتباضي تتري فيها كويس عشان تجيب معانا نتائج كويس انا اتفقى تقولت لكم يا جماعة دوركس كلوريكين بيتاخد كوقاية يعني طبعا ممكن رأي يكون مش صائب وممكن يكون صائب لكن ممكن تديه كوقاية بيتاخد ربعمية اول جرعة وبعد كده بيتاخد كل اسبوع وعلى حسب لو انت مقدم للخدمة الطبية بيتكمل سبع اسابيع ولو انت غير مقدم للخدمة الطبية بيتاخد ثلاث اسابيع ده على مستوى البروتوكول الهندي دكتور تامر الشاعر علاج كوفيد الحامل احنا اتفقنا هو هو نفس العلاج بتعغير الحامل بس ناخد بالنا من القرى الانتيكواجلانت ممنوع ناخد مكانا اللوغوليكولارويت هبرين او الهبرين العادي والافيجان نبعد عنه تماما عشان التوكسيستي على الفيتس دكتور وليد المريض اللي بيشتكل من قرق وعدم نوم تماما هل ممكن نديله منوم زي نايت كلم ولا بلاش ممكن نديله منوم زي نايت كلم بس انا في الحامل بحب شدي منومات واللي اديها دكتور الاعصاب يفضل مش انا ليه يا دكتور مش بنيدي اربز وان زي اربز سرتان مع بروتوكول العلاج لا ادي حضرتك الجماعة بتاعت القلب الاوروبية والامريكية اول ما طلع الكورونا قالوا يا جماعة في تخبط اللي ماشي على علاج للقلب يمشي على هو هو نفس علاج القلب سوى اذا كان ايه سوى اذا كان اربز مفيش مشكلة اهم حاجة ان الضغط يكون مزبوط بوستو كوفيد فيبروزز اتفقنا ان هو بيحصل لو انت ما عطيتش الاستيروز لو عطيت الدنيا يحصل لها ريزوليوشن كويس المخالط اللي بياخد حاجات احتياطي فيتامين سي والزينك واللاكتوفيرين ممكن يتاخد حقا الاكتمراء زي ما اتفقنا مفيد في المستشفى بقى لي عشرين يوم الاعراض راحت والنتيجة ايجابي خلاص احنا اتفقنا على الايجابة دي بتاع السؤال ده خلاص استخدام الكورتيكوستوروز في كل المرضى ولا ليه انديكيشن لا ليه انديكيشن طبعا معين الكورتيكوستوروز يا جماعة عشان استخدمها لازم يكون العين بتاعي فيه عنده راديولوجيك ابنورماليتي او لازم يكون فيه عنده تغيره على مستوى الاشاعة ولازم يكون فيه عنده نهاجان ولازم يكون فيه عنده مشاكل تنفسية طب لو ما فيش اه ممكن مخالط مثلا او حالة ميلد بسيطة لا ما ياخدش هل من الافضل تغيير العلاج لا مش من الافضل. مرة خلاص اتفقنا. حالات كتير من الكوفيد ظهر في رسم القلب. او ساينس برادي. حتى من قبل ما نبدأ علاج بلادروكسوكلوريكين او الزيسرون. ممكن يكون ده توكسيك فيرال مايوكاردايتس. نرجع للدكتور القلب ونشوف رأيه ايه? ونعمل ايكو هارت ونشوف الكارددايك انزياز اللي هو الكارددايكتروبونين تيy نشوف اخبارهم ايه? ريم دي سفير وفافي بيرا فير وتامي فلو كل ده في السفير اه كل ده في السفير بس تامي فلو? لأ التامي فلو يا جماعة الاسيل تامي فير اسمان انه هو تشالل من البرت begual المصري ومتشال من زمان من المرتبول الامريكي ومن البرتقل الصيني لان هم اول ما حطوا اخبو كانوا فاكرين الode vid перем Web毛 сколько başardsees وانس حارفوا ان اللي بيعمل ما خلاص اتفقنا عندي رف رفة في قلبي هل ده تابع بعد توابع الكورونا اه ده تابع من بعد توابع الكورونا بس لازم نبقى متطمنين برسم القلب وموجات فوق صوتية على القلب فقد حاسة الشام وزاوت فيفر اركف مفيش فيها مشكلة خالص وزي ما اتفقنا بنعالجها بقى دولة الاساسية ممكن ندي كبار السن الاكتوفيرين اه ممكن تديه بس اخدوا بالك يا جماعة جرعة دوائية غير الوقائية الوقائية من اي كيس 100 ميلي جرام مرتين يوميا والعلاجية ابتو 400 و 500 في اليوم على 6 ساعات او كل 8 ساعات ممكن نديه لو حالة ميلد والدي دايمر عالي والسي ار بي عالي خدوا بالك يا جماعة وليه اكتر من 18 يوم من بداية الاعراض اعمل ايه الدي دايمر عالي يبقى معك الانتواجلنت موجودة والسي ار بي عالي يبقى معك الكورتيكو السوريز موجودة بس خد بالك الدي دايمر ريفليكشن للكواجوليشن والسي ار بي ريفليكشن للانفلاماتي والسي ار بي هو اول واحد بينزل والسيرومفريتين بيعلق شوية لكن وجودهم عالي ده معناه ان احنا ستيل فيه انجوينج انفلاميشن فلازم نقط كورتيكو السوريز ونطول بيها ولازم نحط انتكواجلانت ونطول بيها طيب بقالهم في المستشفى عشرين يوم بيدولك لكسان ومضاد دحاوي حقا صح ولا ايه كل حالة لها حالتها الكليكسان ممكن يتاخد احنا اتفقنا شهر ونص ممكن وممكن بعد كده نقلب على حسب لو الحالة استقرت ولا لا ومضاد دحاوي على حسب لو كان في عندي بكتري عدوى بكترية ثانوية ولا مفيش لو فيها ناخد لو مفيش ممكن نكونسدر ان احنا نوقف بس بشرط تكون البيئة اللي احنا عادين فيها برضو كويسة بيئة المستشفى غالبا بتبقى فيها عدوى وفيها ميكروبات فبنحاول نبعد عنها على قدر المستطاع في المضادات الحيوية ونحاول نخرج بدري على قد ما نقدر يعني اذا كانت الحالة تسمح مريض سكر سكره عندي 500 والسيتي بتاعه ويئش استغنى عن الاسترويز ولا مضطرت دي وشفتته على الانسولين يا دكتور وليد هل يوجد دواء ممكن اخده قلل من فرص الاصابة خصوصا ان مريض التلايف دي مدام نفيسة عباس اه ممكن زي ما اتفقنا فيتامين سي والزينك وممكن نقلل لو كنا بناخد ادواء بتخفض جهاز المناعة ممكن نستغنى عن البعض منها وممكن ناخد الاكتوفيرن ممكن يديني نوع من المناعة والوقاية كل ادوية الكورتزون بترفع السكر على حسب الجرعة هي اللي بتفرق مش نوع الكورتزون اللي احنا بنديه وعلى حسب وجوده في الجسم وامتصاصه وتخلص الجسم منه هل السلينيا معلاج وقاية ما قارتش ان السلينيا معلاج وقاية الايه سايكلوفير لأ ما لقيتش ليه اي دور ما حدش تكلم عليه خالص الانتهلمينسك يا دكتور عصام زي ما اتفقنا الافرمكتن الناس دربوه وجايب نتائج كويسة فيه ابحث طلعت عن المناعة بعد التعافي فيه ابحث حتى الان الفكرة عشان البحث يبقى فالد او يبقى ليه قيمة لابد ان يكون مرة عليه فترة من الزمان حتى الان كل الناس بتقول فيه تعافي كويس اه فيه اعادة عدوة لا لكن نقدر نقول ابحث طلعت لا مفيش ابحث طلعت بالامان بنسبة 100% هل تكسير الجسم فقط الشخص كوفيد ناينتين والنوم الكتير مع ان صورة الدم كويسة اه لكل حادث حديث هل هو تكسير جسم بس والنوم زيادة بس ولا فيه حاجات تانية وهل انتي اه فيه اعراض موجودة ومشواخدة بالك منها ولا لا الحالات اللي عندها اعراض انفلوانزا ونورمل لو شكينا نعمل مسحة تطلع ايجابي مش متاح عمل مسحة لكل الناس نشخص الحالات دي ازاي هي عندها انفلوانزا ونورمل يعني ايه عندها انفلوانزا ونورمل لو عندها انفلوانزا ما تقباش نورمل لكن لو الاعراض بسيطة هناخد علاج بسيط زي ايه هحط مثلا الازيس رومايسين وفيتامين سي والزينك واشوف الدنيا اخبارها ايه بدى يظهر حرارة بدى يظهر نهجان بدى يظهر كحة هطلب اشعة مقطعية طالما المسحة غير متاحة اسمتوماتيك بوزتيف كوفيد بيشن تنيت تريتمينت اور نوت نو سيمتوم نو تريتمينت نو انفستيجيشن قاعدة نو 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 مفيش اعراض اه مفيش فقصات اه مفيش علاج اه خلاص كده في واحد يقولك انا مخالط لحالة وبقى قدام لها خدمة طبية انا ما عنديش حاجة اعمل ايه عشان اطمن متعملش حاجة طالما مفيش اعراض طالما مفيش اعراض لو في اعراض اعمل وصعد خلي السندوق مقفول ري انفكشن مفيش ري انفكشن حتى الان وزي ما اتفقنا لو حصل انتجينيك شيفت او دريفت هو دوت اللي هيبقى ايه مجال الحوار في بداية الموسم وصيبت بنيمونيا المسحة والاكسام المضادة وصورة الدم كانت كويسة المقطعية كان فيها باتش جراون مش جراوند جلاس هل ده ينفي تمام انها كورونا لأ طبعا مع العلم الاعراض استمرت ثلاثة اسابيع وان كانت عنيفة لأ طبعا ما احنا اتفقنا يا جماعة هي ممكن تيجي في صورة الزجاج المزاركش اللي احنا قلنا عليه جراوند جلاس وممكن تيجي في صورة 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 كونسولوديشن اللي هيبطشة تماما اللونها ابيض وممكن تيجي في صورة البلاط المزايكو اللي احنا سمناها كريزي بيفينج كلهم ما ينفوش وممكن ما ياباش في حاجة خالص في الاشاعة وبرضو يبقى فيه عندك فليس بالضرورة لا الايفان ميكتن ما حدش اتكلم عليك كوقاية للمخالطين هم اتكلموا عليك كعالك الكالترا والهيدروكسي كلوريكين لازم يكون في المستشفى لا مش لازم يكون في المستشفى بس غالبا لما انا بروح للكالترا بتبع الحالة سفير يبقى هنا لازم اكون في المستشفى طيب عشان اتابع بالاس جي يفضل انت اتبع بالاس جي وخدوا بالكم يا جماعة المتابعة بتاعت الاس جي يعني معناها ايه معناها ان انا بشوف الكيوتي انترفال الكيوتي انترفال المفروض انها تكون اقل من 450 ميلي ساكند لو بدأت تزيد ما مقداره 500 من 450 بقيت 500 ميلي ساكند يبدأ اسمه برولونجد كيوتي انترفال يبدأها هيخليك تكونصيدر ان انت تتوقف الكالترا وتريديوس الدوز بتاع الهيدروكسي كلوريكين او لو زادت اكتر من 60 ميلي سكند عن اللي انت كنت متابعها يبقى انت برضو جستفايد ان انت توقف الكاليترا وتحط وتريديوس الدوز بتاع الى دروكس كلوريكين وبالنسبة للموتي موتي نورم يا دكتورنا مفيش مانع لو كان في عندنا جي اي تي ابسيت ممكن يتحط وطبعا الدايرية ممكن نديها انت دايرية الاجنت كل الادوية اللي هي مضادة للإسهال ممكن نحطها زي الستريبتوكين والانتينال والفلاجيل مفيش مانع وفي بعض الناس بيتكلموا على حاجة اسمها بارسيتينال اوكي مفيش مشكلة يا دكتور انا قلتلك عندي كورونا وبطني ومش قادر ان انزل حاجات من تحت وبطني متبهدلة اخد ايه زي ما اتفقنا ممكن ناخد استريبتوكين ناخد قرسين كل 8 ساعات وبعد كم ممكن ناخد قرس كل 8 ساعات ومفيش مانع نعمل صنار على البطن ومجد فوق صوتي على البطن سمعنا كلام عن السيليبريكس وانا بردو سمعت كلام عنه لكن لو هو بيريح وبيسكن الالام مفيش مانع نستخدمه هل يمكن استخدام حوالي الاكتمرة لمريد انا عاملاله عزل منزلي وبيتابع معايا لو وصلت لاكتمرة وهتديها في البيت يبقى لازم لعنده يكون موجود في المستشفى مش موافق ان هو ياخدها في البيت لأ في الحقيقة انسولين للسكر وكوترك ترتمائة وعشرين ونورفاسك فيتامين سي وزينك لكتوفيرن منذ فترة او عاني عند اول النوم خنقى بتصحيني ده عامل نفس يا باشا من النوم بتكرار 3-4 مرات اعمل اشعة مقطعية حضرتك على الصد ده متعملتش حاجة خالص عالج السكر وعالج الضغط كويس ومتعملتش اي حاجة خالص وفيتامين سي وزينك خف منهم شوية والاكتوفيرن خف منه شوية وخلي العامل خدوا بالك يا جماعة العامل النفس مهم للمناعة لازم تكون متطمن ولازم تكون واثق ان ربنا سبحانه وتعالى رحيم ورؤوف لو في عدوى هدبان هناخد علاج لو ما فيش عدوى ومش هدبان يبقى خلاص عدت على خير ايه الاعراض الجلدية اللي بنشك فيها ان هي كورونا في الحقيقة جماعة اعراض الجلد ممكن تبقى في صورة بطش زرقة او حمرة بس مش بتاعت الكلكسان لا ده في الاطراف المخالطين يا دكتورة لميس زي ما اتفقنا المخالط لازم يكون سنه صغير ولازم يكون بيحصل على قسط كافي من النوم والراعة وما يكونش مريض مرض مزمن وغالبا يكون بيلابس المسك ومحافظ على المسافة ما بينه ما بين اللي قدام طيب التامي في لومة لوش دور البلازمة ايرلي ولا ليت جاوبنا سخنية وتكسير في العظم افضل معزول هنا بقى الكلام واحد بيقدم مخالط لحالة ايجابي في البيت يفضل معزول لحد يمتقى لحد دم السخنية والتكسير يختفوا وتضيف عليهم اربعة ايام بس والسيتي فري بقى تمام زي الفل المخالط يظهر عليه اعراض بعد قد ايه من اربعة لواحد وعشرين يوم الايه سايكولوفير مالوش دور زي ما اتفقنا فيتامين دي والزينك المتجربة انها مفيدة في الكوفيد الزينك مفيد فيتامين دي برضو لو كان ناقص ندي ما فيش مانع زي ما اتفقنا من ثلاث اسابيع لشهر ونص لثلاث شهور لست شهور اذا كان عنده جلطات سابقة اذا ما كانش عنده خلاص مضادات التجلط تستخدم لمدة كم خلاص اتفقنا مين الاقوى الازيس رومايسن ولا الكلاريس رومايسن بحق ربنا الكلاريس رومايسن على طول كده الازيس رومايسن كان جيه عليه وقت من الاوقات وقلنا عليه ضعيف جدا والريزيسنس بتاعته كانت فوق ال 50% لانه كان بتصرف في نزلات البرد العادية الكلاريس رومايسن بيجيب نتائج اقوى واعلى وما بيرتبطش كمان بالاكل ان انت تاخده على معدى فاضي الاحتراطات الوجب الالتزام بها وخاصة من المصلين كبار السن في ابسط صورة والله هو الاحتراط الاساسي هو ان الانسان هياخد سجات الصلاة معاه ويلبس المسك الجراحي ويحافظ على مسافة ما بينه وبين اللي قدامه وممنوع انه هو يعني يختالط مع اكتر من مجموعة في زمن اكتر من خمس دقائق لحد ما ربنا سبحانه وتعالى سهل والتكيفات تتمنع تشغيلها في الجوامع ويكتفى بالمراوح او يكتفى بالمراوح في الجوامع والكنايس لحد ما الدنيا تبقى كويسة ونبعد تماما عن خطر العدو وان كان التكيفات بيتكلموا علي انها غير ناقلة للعدوى لكن الكلام دوت يعني مش مؤكد بنسبة 100% محمود امين بقى بيقول ايه دكتورنا الكورتزون وجرعا لا ده كلام كتير قوي هرد عليك ان شاء الله على التفصيل على الصفحة باذن الله بس بعد ما خلص ما تقريبا كده بقى لنا ساعة وخمس دقائق ناخد خمس دقائق كمان انا حد دلوقتي ما استخدمتوش ومش عايز استخدمه لان اكمل ادوية فيه اتكمل راس فيه كتير قوي والدوس بتاعته 1600 ملي جرام اول يوم وعكاس 600 ملي جرام ونكمل به فهو بيفكرني بالبر امان وسلسلك اسد في العينين اللي كنا بنعالجهم في التيوبركولوس اللي كان بيسف افنة ادوية قد كده لكن ماشي ولو يعني داخل هنشوف الاخبار ايه ونستخدمه ولا ما نستخدموش على حسن مدى احتياجنا لي يعني مريض كورونا عنده 35 سنة من شهر شعر بتكسير جسمه وضيع الشم والتزوق ومن بعد 15 يوم اتحسن مفيش عراض هل عدم السخونة معناه ضعف المناء لا ما خلاص اتفقنا بعيدا عن الدعاية خاطر مفيش دعاية لايه بس يا دكتور يا حماو احنا بعيد خالص اهو عايز اعرف ممكن الكوفيد بييجي بنيورولوجيكال سيمتمز اه بيجي بيجي بتنميل وهبوط وقلة كلام اه بس ما فيش حد يشوفناه بيقل كلامه خالص العينين كلهم كلامهم كتير 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 قلة الكلام دي لا انا معترض عليها افضل ما كان نعمل فيها انتباضي تيتر لا او حبز ما تعملهوش حتى الان كله مش فاليديتد او لم يتم اللي اعتماد عليه بصورة علمية سليمة النظام الغذائي ونمط الحياة للطبيب المتعافي من كوفيد يا عم الريس يعني زي ما بيقوله في الامثال طبعا مش عزدنا على الدكتور عزدنا على اي عيان مرض هو الارد بعد ما بيتصخت بمش بيبقى ارد انت بعد ما جالك عدوه هتبقى ايه تاني ليس تشبيها يعني بالقرد لكن القرد ايه هيسخطوك ايه ده ايه بقى ايه ولا حاجة ما انت خلاص جالك كورونا هيجي لك ايه تاني اكتر من كده بوست فيرال سيمتومز اتفقنا عليه اللي هو هتنام كويس وهتاكل كويس وهتشرب كويس وهتاخد مسكنات بصورة اه جيد اه اعراض عمل اشاعة طلع عنده اعراض كحة سخنية خفت لكن دلوقتي عنده مغس شديد واسهال وهو عنده سكر المغس الشديد والاسهال ده بيطمننا ان الكورونا واخدى الجهاز الهضمي اكتر من الجهاز التنفسي ومع الوقت ومع العلاج اللي هو علاج الاعراض المغس اخد له ده ويكون بيعالج التقلصات والاسهال اللي استريبتو كويس قوي ارسين كل 8 ساعات ومسكنات ان يحتاج الامر والامور بتعدي على خير وما فيش اي مشاكل خالص وممكن نحط حاجة زي اللينزوليد او الازيسروميسن او الكاليسروميسن ومع انا فيتامين سي والزينك طبعا ما فيش اعراض وايجابي وبقى الو 14 يوم نفك العزل خلص الكلام نقول لكم فاش بيتعارض لا ما بيتعارضش لو فيه سخونية وتكسير في الجسم وكنتم مخالط افضل معزول لحد اما السخونية والتكسير يروحوا بالذات السخونية بعدها باربعة يام تقدر تنزل طيب انا كنت ايجابي اول مرة عملت مسحتين تاني وطلعوا سلبي وبعد اسبوع عملت مسحة وطلعت ايجابي ولا يهمك ولا لها اي قيمة المسحة بالديتكت بارت من الفيروس وليس الفيروس فانت غير معدي على وجه الاطلاق هل ممكن تكون ممكن احنا اشترطنا على الفيروس الفيروس ده خبيس ومكار يا جماعة ومن ضمنه خبس ومكرو ان انت مش بتقدر تتوقع هيجي بانهي صورة الايسايكولوفيرو والامانتا دين لا ينصح باستخدامه ميكتور محمود على وجه الاطلاق بالذات الامانتا دين ده كاتر تنيرولوجي خوفونا تماما منه الهايدروكسي كلوريكين ما بيعملش توكسك مايوكاردايتس بيعمل برولونجيشن لكيوتي انترفل لكن لو فيها هيبرسنسيفتي منه ممكن نوقفه solid immunity لسه الكلام بدر على ان احنا نقول solid immunity دلوقتي هناخد وقت شوية يعني انا اعتقد ان على قد ما قدرنا غطينا معظم الاسئلة والاسئلة هيبقى فيها تكرار لكن ان شاء الله اوعيدكو خلال الاسبوع القادم ارد على جميع التساؤلات بندعو ان ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا هذا الوباء قريبا ويحفظ مصر ويحفظ العالم ويعيد الامن والامان والسلامة والسلام على جميع انحاء العالم وكل الناس تستمتع تاني بحياتها الطبيعية ونشكر ربنا سبحانه وتعالى على ما من به علينا من فضل وندعو بالرحمة لاصدقائنا من الاطباء ومن المرضى ومن الممرضين ومن عمال الامن والنظافة اللي اصيبوا واستشهدوا في هذا الوباء وبالمناسبة لا يجوز ان احنا نقول الوباء اللعين لان الوباء هو ابتلاء من عند ربنا سبحانه وتعالى فلا يجوز وصفه باللعنة او باي حاجة مش كويسة هو مرض ربنا سبحانه وتعالى يبتلانا به ندعو ربنا سبحانه وتعالى ان يجعل مع كل محنة منحة وربنا سبحانه وتعالى يكافئنا على مجهودنا وعلى صبرنا وعلى مرضنا وعلى استشهادنا وربنا سبحانه وتعالى دايما بيبتلي الانسان عشان يخرج افضل ما فيه فبندعو بالرحمة لمن مات وبندعو بالشفاء لمن اصيب وبندعو بالتوفيق للطاقم الطبي بكامل هيئاته وبندعو بالسلامة والامن والامان لجميع انحاء العالم ونخص بالذكر طبعا الوطن العربي ونخص بالذكر مصر قلب العروبة وحفظكم الله وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته